ازايكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا في افضل صحة واحسن حين انا عرضا فيديو جديد اتمنى اعجبكم ما تنسوش تضغط لك في الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرش عشان يوصل لكم كل جديد فيديو النهاردة عن ازاي استغل المساحات الدائعة في المنزل بتاعي و ازاي ابتكر اجهزة او ادوات حديثة اقدر ان انا اتعايش بها في حياتي اليومية من غير ما اتضاي عليها المكان فيديو النهاردة حيورينا ازاي في افكار جميلة انا اقدر ان احنا نستخدمها في المنزل بتاعنا و ازاي يسهل علينا حياتنا اليومية لو انتوا لسا مشتركتوش في القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان كل اما نزل الفيديو يصلكوا كل جديد ولو اعجبك الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو وتدعموا يتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد اول باول طبعا معروف ان اكتر الافكار دي افكار صينية او يابانية لان الشعب الصيني والياباني هما دايما اللي بيعتمدوا المساحات الديعة في المنازل وبيستغلوا المساحات الديعة على اكمل وجه وزاي ان هما مش بنقصوا منازلهم اي حاجة وتكون المنازل زكية لابعد حد وزاي ان هما بيستغلوا كل شبر في المنزل ان هما ما ينقصواش المنزل اي حاجة وفي نفس الوقت بيكون في مساحة واسعة معهم يقدروا ان هما يتحركوا فيها تابع الفيديو الاخر وهتمبهروا من جمال الفيديو وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة